رغم اتساع هذه المساحات من الاراضي وترشيح السودان لان يكون سلة غذاء العالم العربي الا ان اجزاء شاسعة منها اضحت مهددة بالتصحر تكشف الاحصاءات ان 90% من اراضي السودان باتت تحت ذلك الخطر ما يهدد حياة الملايين من السكان خطر بدت بوادره مع برز النزاع على الموارد في عدد من مناطق السودان الزراعية والرعوية انفصال جنوب البلاد بدوره ضاعف من الازمة لذهابه بتسعين في المائة من مساحة الغابات في السودان الموحد هذه المنطقة بشرق السودان كانت تعد من اغصب الاراضي وكانت تعج بالحياة والنشاط لكنها اليوم كما نرى كست الرمال كل شيء فيها بل واصل الزحفها نحو الطريق القومي الاستراتيجي الذي يربط مناطق الانتاج بميناء البلاد الرئيسي في بورد سودان لا تملك السلطات احصاءات دقيقة لحجم التدهور البيئي لكن المتوفر منها يشير الان اكثر من عشرة كيلومترات مربعة من الاراضي تضاف الى قائمة التصحر سنويا ما حمل المسؤولين في هذا المجال لوصف الامر بانه اشد خطرا على البلاد من التمرد المسلح السودان موقع على اتفاقية التصحر وعمل خطة في 13 ولاية لمشاريع تعنى بالاستزراع الغابي وكل هذه جاهزة ينقصنا التمويل يوميا هناك مساحات تتغلص مساحات صالحة للزراع مساحات صالحة للاستزراع الغابي فهي بزحف الرمال عليها تتغلص يوم وبعد يوم الاحزمة الغابية تشكل احد افضل كوابح التصحر لكن ما يبعث على الاسى وفق الخبراء ان ما تتم زراعته منها على قلته مهدد بعدم العناية المستمرة لقلة الميزانيات وهو السبب ذاته الذي جعل المنخرطين في مجال رعاية البيئة مكتوفي الايدي امام الحرائق التي تأتي كل عام على الاف الكيلومترات من الاشجار محمية الدندر فلقنا اكتر من 60% منها بتحرك سنويا ولاية جنوب كردوفان اكتر من 25% من الولاية بتحرك سنويا ما في اي وحدة متخصصة في ادارة الحرائق في السودان يعني الوضع الحالي الحرائق بتحرك الى ان ينتهي القش قرى باكملها دهمتها الرمال وحصرها التصحر الذي يؤكد الواقع في السودان انه صاحب الكلمة الاخيرة في مواجهة مع سكان المتركين لمصيرهم بلا عون يبقى لمستوى التحدي 12 مليون فدان من الاراضي الخصبة اصبح صحراء جرداء خلال العقد الاخير فقط ما يعني ان نحو فدان وربع من الاراضي السودانية تبتلعه الصحراء على رأس كل دقيقة الطاهرة المرضي الجزيرة من ولاية الخرطوم